السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحب الكرام نجدد الترحب بكم إلى هذا اللقاء المبارك والذي نريد أن نخصصه للحديث عن شكر النعم شكر النعم لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا من الخيرات والبركات الشيء الكثير أقل شيء ممكن يقوم به العبد المؤمن هو أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه وعلى ما أوفى به لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا أن من شكر النعم ربنا سوف يزيده وهو القائل جل علاه وإتأدن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد الإنسان لابد أن يتهدم فن الشكر شكر الآخرين على عطائهم وعلى نعمهم وأعظم الشكر هو عبارة عن الثداء وعبارة عن الاعتراف كل من أقام لك واحد الخدمة وقدم لك واحد المصلحة وقدم لك معودة لابد أن تعترف له بهذا العطاء المعروف شيء عظيم جدا وهذا المسألة هي تربوية تربوية لأن الإنسان اللي هو كيتعلم واحد دوع من الأدام والأخلاق والقيام كيتعلم أن كل من صنع لك معروف لابد أن تجازيه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من صنناكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له واتنوا عليه ولابد أن ننوطن علاقتنا بهذا الأدام الإسلامي الرفيع لهو فن الشكر وإسداء الثداء لكل من قدم لنا خدمة لكن كيبقى دائما هذا الأمر مرتبط بجلال الله وعظمة الله وقدرة الله أهل الله يرون بأن كل ما يقع في الوجود هو من عطاء الله لأنه ليس في الموجود سوى رب الوجود كل ما يقع لنا في هذه الدنيا من خيرات وبركات ولو أن هناك أناس وهناك سلسلة تتعاقب من هنا وهناك ولكن في الأصل رب الوجود هو الذي يستحق أن يكون هو المعبود يكفي أن الله تعالى هو الذي خلقنا كنطفة ثم صرنا صرنا علقة ومضغة في بطون أمهتنا إلى أن صرنا أجدنا وشق لنا السمع والبصر والعقل والفؤاد وأعطانا ربنا سبحانه وتعالى القدرة على الكلام والقدرة على التفكير وأعطانا القدرة على الحياة وكبرنا خطوة خطوة وكذا يكلؤنا بالعناية والرعاية إلى أن صرنا كبارا وتزوجنا وأعطانا الله فرحة الزواج والعائلة والأحباب والإخوة والأخوات وزادنا فضل الأولاد والبنات خيرات كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ربنا لم يقل وإن تعدوا نعمة الله أو نعم الله قال نعمة الله نعمة واحدة خل نعمة البصر مثلا حاول أن تحصيها لن تستطيع نعمة السمع نعمة الفكر نعمة الأكل نعمة الهضم نعم كثيرة جدا علينا جميعا أن نتذكر هذه النعم فربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده الشكور وهو سبحانه وتعالى أصلا من أسماء الله الحسنى الشكور فالله تعالى شكور وقد وعدنا بأنه يوم القيامة لما يدخلوا العباد إلى الجنة ولما يستقرون في قصورهم ويجمعهم مع عوائلهم وأحبابهم وتوضع موائد الخيرات والبركات وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الناس يشعروا بالفرحة وهذا الفرحة عظيمة تنتظرون أيها الأحباب لما نخرج من هذه الدنيا ونحن خارجين لا محالة لا محالة لأن العمر قصير سرعان ما سوف ينتهي إلى أين نسير طبعا لا نسير إلى الخواء والفراغ كما يقول أصحاب الفكر الدهري أو الملاحدة لا إله والحياة مادة والدين أفد الشعوب هم يعتقدون بعد الوفاة هناك الظلام الدامس وهناك الفراغ التاب هذا كلام غير مطقي بالعكس بعد الوفاة هناك انتقال إلى عالم الخلود وإلى عالم الدعيم وحينما يوزع ربنا الهدايا يطف على الخلق ويقول جل جلاله إن سعيكم كان مشكورا إن سعيكم كان مشكورا الله تعالى يشكر عباده المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا صائمين وكانوا قائمين وكانوا يفعلون الخيرات وكانوا يشتهدون في المكرمات فربنا يشكرون أهل الله يبكون يقول يا رب على ما تشكرنا والكل من عندك أنت الذي خلقتنا وأنت الذي أعطيتنا الإيمان وأنت الذي وفقتنا للعبادة والطاعة وأنت الذي فعلت كل هذا وادخلتنا الجنة فلما تشكرنا يا رب يعلمنا ربنا عز وجل فن الشكر لابد أن نشكر الناس والشكر أيها الأحباب الكرام هو من صفة الأخيار والأبرار وفي مقدمة بالأنبياء الأنبياء من يلاحظ سيرتهم كلهم كانوا الشاكرين سيدنا سليمان لا أعطى الله وحد الملك عظيم ليس له مثيل لا قبله ولا بعده كان يقول هذا من فضي ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر نفسه وسيدنا سيدنا اللقمان كان يصيب منه كيقول وإذا وصيدنا اللقمان منه يا بني أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه جميع الأنبياء كيشكره وسيدنا نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا كل الأنبياء كيشكره وسيدنا إبراهيم قال لك وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى هذا هو سيد الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء قالوا لماذا وفى لماذا رب عز وجل وصفه بهذا قالوا لأنه كان إذا آكل الأكل حمد الله عليها وإذا شارم الشرب حمد الله عليها وإذا نام النوم حمد الله عليها كان كثير الحمد وكثير الشكر فإحنا علينا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم ديال الشكر كل من صدع لنا أن يعمل شكره الشكر يكون أولا بالقلب كتشعر بأنك فعلا أنت فرحان وسعيد ومطمئن ويكون الشكر أيضا أيها الأحباب الكرام باللسان أن ما صدع لك الشكر لابد أن تتني عليه وأنك تعطيه الإحساس بأنه قام بوحد عمل جليل يستحق عليه الشكر وكذلك يكون الشكر بالعمل يعني تقدم له هدية تقدم له خدمة تكون عند حسن ضده دوما وأبدا بشكل عملية مستمرة لك يستحق الشكر أولا هو الحق سبحانه وثعالى وبعده الشكر يكون للوالدين لأنهم هم الذين تعبوا على تربيتك قاموا بإنجابك وربوك وعلموك ويتمدون حياتك فعليك دائما أن تشكر للوالدين الشكر كذلك يكون للأساتد والمعلمين لأنهم علمون الكثير علمون الحق والباطل علمون النبيز من الحق والباطل علمون النبيز من الخير والشر علمون المبادئ والقيم وصدق من قال قم للمعلم ووفه التبديل كان المعلم أن يكون رسولا الشكر يكون أيضا بين الإخوة والأخوات أننا ندعيش فيما بيننا متعاونين متضامنين متكافلين الشكر يكون من الأزواج الزوج يشكر زوجته لأنه أم أولاده ولأنها تقوم بأشغال بيت ليفام شقة كبيرة من طبخ وكنس ونظافة وغيرها يشكرها على أنها تعطي من وقتها ومن جهدها لتوفر له الحياة الرغين السعيدة وطبعا الزوجة تشكر زوجها لأنه يخرج من الصباح إلى المساء يبحث عن نقمة العيش الحلال تشكره على أنه يتعب نفسه ويحرص على كسب الحلال لينفق بي على أهله ودوه الشكر يكون للأصدقاء لكي يخدوا بلدينة وكي يسدوننا وكي يتعاونوا معنا الشكر يكون كذلك لزمالنا في العمل بل يكن خلقوا داخل العمل وحد الجو جميل كأسرة داخل العمل كنكون بعضياتنا متحابين كنكون بعضياتنا متناصحين القوي منا يأخذوا بيد الضعيف هذا كله وناس وغيرهم يكون فينا فن الشكر اللي ما عندوش هذه الفن يتعلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيوسي الصحابة أنهم يتعلموه فن الشكر واللي ما عندوش يدعي الله يعطيه له كان قل المعاد نجبل يا معاد لا تدعى أن تقول في صلاتك كل صلى اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فدائما قلوا هذا الدعاء بشر بعز وجل يحصل فينا فن الشكر فن الشكر هي أن كل حولك من صنع لك معروفا فكافئوه تكافئوه بالنظرة اللي في احترام وتقدير تكافئوه بالكلمة الطيبة لكيشعر بها بأن جهده ليس يذهب عمثا وهكذا دائما كلمة الشكر كي يخلي الإنسان أنه يعطي أحسن ما عنده ودائما كيكون الشكر الأعظم لله رب العالمين ربنا عز وجل قال لنا وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه أعطانا كل شيء سبحانه وتعالى وفي قراءة تانية قال لنا وآتاكم من كل ما سألتموه من كل شيء دون أن تسألوا أحبابي الكرام أنقوا معكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك وأشكركم على وفائكم وأشكركم على تقتكم في إداعة من راديو وإن شاء الله يبقى دائما الخير إلى الأمام وأنقوا مع فاصل ثم نعودوا لنستقبل مكالماتكم فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله